بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس السابع والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنواصل الكلام على أحكام القرآن وقد وصلنا إلى قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم إلى قوله سبحانه وتعالى وكان ذلك على الله يسيرا قوله تعالى يريد الله ليبين لكم لما ذكر فيما سبق من أول السورة إلى هذا الموضع أحكاما عظيمة في المواريث في أموال الأيتام وأموال النساء وذكر المواريث تفاصيلها ثم ذكر سبحانه وتعالى أجوب الإحسان في عشرة النساء وذكر سبحانه وتعالى المحرمات في النكاح قال سبحانه وتعالى بعد ذلك يريد الله ليبين لكم أي أن الله جل وعلا يريد بهذه الآيات العظيمة في صدر هذه السورة أن يبين لكم أحكامه التي فيها خيركم ونفعكم كما قال في آخر السورة يريد الله أن يبين لكم أن تظلوا والله بكل شيء عليم فالله جل وعلا من حكمته في توضيح الأحكام الشرعية أنه يريد البيان لعباده لألا يلتبس عليهم الأمر فيقع في الضلال وهذا تفضل منه سبحانه على عباده في أنه يبين لهم ما فيه صلاحهم وفلاحهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة ثم قال ويهديكم سنن الذين من قبلكم أن يريد الله سبحانه بهذا البيان أن يهديكم هداية الإرشاد والبيان لأن الهداية على قسمه هداية بيان وإرشاد وهداية توفيق وتثبيت على الحق والله جل وعلا يريد أن يهدي عباده الهدايتين هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق لمن استجاب منهم وامتثل أمر الله سبحانه وسنن الذين من قبلنا السنن جمع سنة وهي الطرق التي يسير عليها من كان قبلنا من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من المؤمنين ثم قال جل وعلا ويتوب عليكم لما كان الإنسان محل التقصير ومحل الخطأ فإن من رحمة الله عز وجل أن لا يؤاخذه من أول وهله بل يفتح له باب التوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى وهذا من فضله بعباده من فضله وإحسانه على عباده ثم قال جل وعلا والله عليم حكيم ختم الآية بهذين الإسمين العظيمين عليم بما يصلحكم حكيم في أنه يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها ويتقن سبحانه وتعالى خلقه وأمره ثم قال جل وعلا والله يريد أن يتوب عليكم هذا من باب تأكيد ما ذكره في الآية التي مرت تأكيد في إرادة الله سبحانه وتعالى لعباده أنه يريد أن يتوب عليهم ولا يريد لهم العذاب ولذلك فتح لهم باب التوبة والإرادة هنا إرادة الإرادة الشرعية فإن الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى له إرادتان إرادة كونية لا بد من وقوعها وإرادة شرعية قد تقع وقد لا تقع وهي التي يحبها الله سبحانه وتعالى لعباده فالله يريد أن يتوب عليهم إذا تابوا إليه ووقعوا في الخطأ فإن الله يقبل توبتهم ويمحو سيئاتهم فالحكمة من هذه التشريعات وهذه الأحكام أنه يريد لعباده الخير وإذا وقع أحد منهم في زلة فإن الله يريد منه أن يتوب ولا يعاجله بالعقوبة وإنما العقوبة لمن استمر ولم يتوب إليه سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما لما بيّن سبحانه وتعالى ما يريده لعباده من الخير والإحسان والرحمة بين ما يريده الذين يتبعون الشهوات من أشقياء الخلق ودعاة الضلال الذين يدعون إلى الوقوع في المحرمات والله جل وعلا في أنه شرع لعباده الزواج بالصالحات المؤمنات أراد بذلك سبحانه وتعالى أن يحصن فروجهم وأراد بذلك أن يقوم التكافل بينهم وأن تقوم الأسر المبنية على الخير وعلى الصلاح ولكن هناك أناس يريدون أن يناقضوا أن يناقضوا هذا الأمر وأن يصرف الناس إلى ما يضرهم ويوقعوهم في الشهوات المحرمة والميل العظيم الذي يهلكهم فهناك داع الله جل وعلا وهناك داع الشيطان فداع الله جل وعلا يدعو إلى الخير وداع الشيطان يدعو إلى الشر كما قال سبحانه وتعالى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه فالله سبحانه وتعالى بيّن هذا من أجل أن نحذر من هذه الفئات الضالة الذين يتبعون الشهوات ولا يتبعون ما ينفع في العاجل والآجل وإنما همهم شهواتهم ولو كان فيها هلاكهم ثم قال أن تميلوا ما يكفي أنهم يظلونهم في أنفسهم ويهلكون في أنفسهم وإنما يهلكون أنفسهم ويريدون أن يهلكوا غيرهم وأن يميلوهم وأن يميلوهم عن طريق الحق وليس ميلا يسيرا وإنما ميلا عظيما لا يرضيهم إلا أن يخرجوهم عن دائرة الخير ودائرة النجاة إلى دائرة الشر والهلاك إلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته